وتشهد العاصمة العراقية بغداد انعقاد المؤتمر الخامس والثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي وسيناقش الاجتماع الذي يقوده رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تطورات الأوضاع في غزة ويشارك في المؤتمر رؤساء البرلمانات ووفود تمثل البرلمان العربي وحول هذا الخبر ينضم مع مراسل التغيير من بغداد بدر الركابي بدر يعني هذا الاجتماع الطارئ الذي يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضعنا في تفاصيله لو سمحت نعم زميلتي تحية لك وتحية لجميع سيدات وسادة المشاهدين نتواجد الآن في القصر الحكومي بالمنطقة الخضراء ودقائق تفصلنا عن انطلاق أعمال المؤتمر الخامس والثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي يفترض عند الساعة الواحدة والنصف يعني بتوقيت بغداد يبدأ أعمال المؤتمر الخامس والثلاثون الطارئ لغاية الآن يعني رؤساء البرلمانات ما يزالوا يتوافدون إلى القصر الحكومي بالإضافة إلى الوفودة البرلمانية المشاركة في هذا المؤتمر الطالئ الذي يعقد بنسختها الطارئة هنا في بغداد ومن أجل مناقشة الأوضاع في غزة وتطورات هذه الأوضاع والخطوة التي يرعاه العراق من أن يكون هناك تضافر لجهود العربية وتوحيد للمواقف العربية إذا ما تتعرض إليه غزة وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل الإبادة الجماعية التي تمارس وتنفذ من قبل الكيان الصيوني الغاشم لغاية الآن ننتظر الدقائق من نجل بدء أعمال المؤتمر ما وصلني من معلومات تفيد بأن المؤتمر يبدأ عند ساعة الحادية والنصف ظهرا بتوقيت العاصمة بغداد سيبدأ المؤتمر بكلمة لرئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوس يوم ثم تبدأ هناك مداخلات لرؤساء البرلمانات العربية وكذلك الوفود البرلمانية العربية المشاركة في هذا المؤتمر الطارئ بدر هل لك أن تطلعنا عن من هي الوفود المشاركة اليوم في هذا الاجتماع الطارئ وأهم ما سيأتي فيه كل الوفود العربية هي حاضرة كل البرلمانات العربية في الدول العربية نتحدث عن 22 دولة عربية هي مشاركة في هذا الاتحاد وبالتالي هي حاضرة اليوم في هذا المؤتمر من أجل المشاركة في هذا المؤتمر الطارئ الذي دعا إليه رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي سيكون هناك مناقشة تبدأ بعد كلمة رئيس الاتحاد محمد الحلبوسي ومن ثم يأخذون وقت استراح من أجل المناقشة والإعداد في البيان الختامي ومن ثم عند الساعة الرابعة كما وصلتني من معلومات سيكون هناك إعلان عن البيان الختامي الخاص بالمؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي ما تفيد أيضا المصادر لي بأن المؤتمر اليوم سيتمخذ عن موقف عربي تجاه غزة من أجل إيقاف الحرب وإيقاف ما تتعرض إليه أبناء غزة وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل الكيان الصهيوني وأيضا أن تكون هناك اتجاه نحو الأمم المتحدة من أجل إيقاف الحرب وكذلك أيضا فتح المنافذ من أجل تقديم المساعدات بشكل عاجل وسريع وإغاثة الجرحة وأيضا التحرك حول الاتفاقيات التي اليوم نسفت من قبل الكيان الصهيوني لسيما الموافق الدولية والقوانين والاتفاقيات والمؤهدات الخاصة بالحرب خصوصا إذا تحدثنا عن اتفاقية جينيف الخاصة بحماية الأشخاص أثناء الحرب التي تم كتابتها والاتفاق عليها عام 1949 بالتالي اليوم نتحدث عن نسف للقوانين الدولية يفترض أن تكون لهذه الخطوة معالجات وبالتالي هذا ما يعمل عليه الاتحاد البرلماني العربي من أجل اليوم تعزيز هذه القوانين وأن تكون الدول وكذلك الجماعات ملتزمة ونتحدث هنا بالأخص على الكيان الصهيوني بهذه المواثيق بالإضافة إلى أن تكون هناك العمل على توحيد الجهود العربية لمساندة غزة وتقديم ما تحتاجه إن كان من قبل المساعدات الغذائية وكذلك الصحية وغير ذلك نعم مراسل التغيير من بغداد بدر الركاب شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة